اشتركوا في القناة امكانيين تمام هيك مليح واضح مليح واضح بداية بدنا نبرك لك يعني الف مبروك الان انت عضو كنيسة منتخب ونأمل لك النجاح بمهمك شكرا لعلك الله يبارك فيك نعم السؤال الاول النائب المنتخب سامي ابو شحادي صبيحة هذا اليوم تم ارسال من النائب دكتور احمد طيبي رئيس كتة القائمة المشتركة لرئيس الدولة يقول انه التوصي هي لعشر اعضاء في القائمة المشتركة ولكن دون ثلاث اعضاء من التجمع لماذا لم يتم تقديم هذه الرسالة في الامس عند الاجتماع مع رئيس الدولة ريوفين ريفلين هذا السؤال يجب ان يوجه للدكتور احمد طيبي عزيزي بلال يعني التجمع معروف بمواقفه التاريخية في قضية التوصيع لمرشح يقول انه يكون رئيس حكومة هذا ليس امر جديد يعني يمكن لو التجمع غير موقفه كان الامور فيه لها حاجة لشريح وفيه لها حاجة يعني الموقف هو نفس الموقف التجمع اللي معروف انه احنا لا نوصي على من من المرشحين لرئاسة الحكومة بسبب بعدهم عن خطنا السياسي ورؤيتنا والى اخره يعني ونحن خلال الحملة الانتخابية اوضحنا ذلك لجميع الجمهور اوضحنا ذلك لشركائنا في القائمة المشتركة وموقفنا معروف نعم اخ سامي ابو شحادي انت كعضو كنسة منتخب يعني الحملة الانتخابية التي رافقت القائمة المشتركة وانتم دائما صرحتم بانه مشترك اكثر يمين اقل وانتم ايضا صرحتم انكم تريدون اسقاط نتنياهو الا تعتقد بانه هنالك تناقض نوعا ما بما رافقكم بالحملة الانتخابية وموقفكم من موضوع التوصية تمام العكس عزيزي بلال انا ارى انه بالضبط ما كلناه في الحملة الانتخابية هو ما جرى مشترك اكتر يمين اقل هذا واضح بعدد المقاعد يعني هاي الشغلة صارت حقيقة بالارقام يعني ما في مجال لن نقاش فيها بالنسبة لموضوع اسقاط نتنياهو نحن مع الاتلاف من اجل اسقاط نتنياهو كنا وما زلنا وسنبقى مع هذا الموضوع ولكن هذا لا يعني انه بنفس الوقت اسقاط نتنياهو ان نوصي على قانس بالاخص بسبب تصريحات قانس ليس فقط بسبب الموقف المبدئي التقليدي للتجمع الوطني الديموقراطي انظر ماذا يقولك اخو اللفان للقائمة المشتركة يعني اصبح الامر بالفعل محزن يعني انظر يعني عشر اعضاء كنيسة يوصون على السيد قانس لكي يصبح رئيس الحكومة في دولة اسرائيل يعني احنا مننا نعطيه فرصة او جزء مننا بده يعطيه فرصة يكون رئيس حكومة في دولة اسرائيل هذا مش رئيس لجنة تزيين الصف هذا رئيس حكومة وبدل ما يشكرهم بطلع ضدهم هو وحزبه وبحرد ضدنا يعني الوضع اصبح يعني لا يمكن فهمه الا من خلال نعم عضو الكنيسة المنتخب سامية مشحدة انت ذكرت انه قال حزب كحول اللفان للمشتركي ماذا قال بالتحديد هل يمكن ان توضح يعاز هندل وعدة تصريحات رسمية طلعت ببيانات للإعلام ان توصية جزء من المشتركة على كحول اللفان لتشكيل الحكومة قد اضرت بكحول اللفان يعني تخيل الموقف اللي احنا حطينا حالنا فيه انه عشر اعضاء كنيسة عرب بوصوا على كحول اللفان يشكل الحكومة وبدل ما يشكرهم بطلع ضدهم بالإعلام وبيقول انه هاي كانت تسببت له بأضرار كبيرة طبعا كان واضح لإلنا انه لا يعول على بني جانس مش عشان احنا ما بدنا انه يعول على بني جانس مش عشان موقفنا انه فيه امل من بني جانس لا عزيزي واضحة مواقف بني جانس انا باعتقادي واحدة من المشاكل هي عدم توضيح ما يقوله حزب كحول اللفان وبني جانس عن الجمهور العربي وعن ما يريده للجمهور العربي وعن التحريد الذي يحرده على الجمهور العربي انا باعتقادي مهم نشوف الصورة بشكل واضح انه كحول اللفان لا يختلف ببرنامجه السياسي عن نتانياهو وما يقوله جانس ايضا انه لا يريد ان يخرج نتانياهو خارج الساحة بالعكس يعني انظر الى الوقاحة يعني جانس يقول لنا اعطونا اصواتكم انتو العرب اعطونا النصف ماليون صوت اللي اخذتو المشتركة ومش انه احنا بدنا نحسن الوضع بالوسط العربي او مثلا بدنا نعمل اي اشي للوسط العربي لا بده يروح حزب كحول اللفان ويعمل حكومة وحدة وطنية ومع مين مع نتانياهو والليكود ومع لبرمان يعني بده يعمل حكومة اسوأ حتى من الحكومة اللي كانت بالفترة الاخيرة مش انه مثلا كحول اللفان طارح بديل سياسي واضح مختلف عن الليكود بالعكس هو يريد ارجاع الليكود من الشباك بده يعمل معه حكومة وحدة وطنية بين كحول اللفان الليكود وليبرمان اللي في تقديرات كل المحللين هاي حكومة ممكن تكون اخطر بكثير من حكومة صغيرة لليمين طب عضو الكنيسة المنتخب سامي ابو شحادي ولكن ايضا من جهة الاخرى بموضوع انت ذكرت انه من كحول اللفان يعني قالوا انه كان هناك توجه معين بموضوع التوصي ومعجبتش كحول اللفان ولكن النائب دكتور احمد طيبي يقول بانه هناك ايضا مصدر من كحول اللفان يقول انه ويشكر القائمة المشتركة على توصياته على بيني جانس شو رأيك؟ والله يا عزيزي انا ما بعرف ايش بيصير بالمحلات اللي انا ما بكون فيها انا بشوف البيانات الرسمية اللي عم تطلع من حزب كحول اللفان اذا في شغلات عم بتصير بالتليفون اللي انا ما بكون فيها او بالغرف اللي انا ما بكون فيها على هذا الموضوع انا ما بادر اصرح ولا شيء انا اللي بالبيانات الاعلامية الرسمية لك خول اللفان انا بتقديري ما فعله حزب كحول اللفان هو امر وقح جدا وقح جدا تعامله بهذا الاستهطار مع اصواتنا احنا ومع التوصية اللي اخدها من جزء كبير من المشتركة هو تعامل مش بمحله وسيء يسيء للقائمة المشتركة اللي هي تالت اكبر كتلة اليوم في البرلمان انا باعتقادي نستحق اكثر من ذلك بكثير كتجمع كقائمة مشتركة كمجتمع عربي فلسطيني في الداخل حقنا احسن من هيك بكثير وانا باعتقادي كحول اللفان يعني سيكون اكثر عنصرية من اللكوت في حال استطاع ان يشكل هذه الحكومة الذي يتحدث عنها طيب سؤالي لك عضو الكنيسة المنتخب سامي ابو شحدي هل يعني انت تعلم الآن ثلاث من جهة اللي اني قاموا بمنح هذه التوصية لدى رئيس الدولة التجمع من جهتين اخرى هل يمكن ان يستمر الآن وفقا لما جرى لما تم افرازه حتى هذه اللحظة ان يستمر التعاون بين كل مركبات القائمة المشتركة وكيف ممكن نشوف صورة التعامل في المستقبل بينكم اولا نحن نتعاون بشكل ايجابي وكبير ومهم نحن نجتمع بشكل دائم وهناك علاقات احترام انا باعتقادي ما يجري الآن في المشتركة هو امر مهم جدا نحن نطور ثقافة الاختلاف والنقاش السياسي داخل مجتمعنا ونحافظ بنفس الوقت على القائمة المشتركة اهم مشروع سياسي برأيي للفلسطينيين في الداخل ونحن تهمنا هذه القائمة نريد الحفاظ على القائمة المشتركة هذا مشروع التجمع يريده منذ سنوات طويلة جدا نحترم الاختلافات بناتنا ونحترم بعضنا ايضا ولكن القائمة المشتركة لم تمحوا الاحزاب هي قائمة مشتركة لاربعة احزاب لكل المرجعياته ورؤيته وافكارها الاديولوجية نريد ان نطور ثقافة النقاش فيما بيننا تحت بالطبع برنامج القائمة المشتركة لم يكون هناك حتى الان اي نقاش جدي او مبدئي او خلافي على البرنامج نحن متفقين على برنامج القائمة المشتركة هذا ما يوحدنا ولكن عزيزي بلال يحق لنا الاختلاف كأي اربع مركب اربع اشخاص يا عزيزي عدو الكنيسة المنتخب سامي ابو شحدي ولكن هناك سؤال انت تعلم عزيزي نعم عدو الكنيسة سامي ابو شحدي بهذا الموضوع الجمهور العربي انتخب القائمة المشتركة باربع مركباتها لكي تمثل الجمهور العربي المجتمع العربي في المحافل المحلية والدولية كقائمة واحدة الان هذا الفصل الذي تم يعني يعكس رغبة الجمهور العربي باعتقادك انا باعتقادي كيفما انا بشوف الامور عزيزي بلال ما يجري الان داخل القائمة المشتركة هو امر مهم جدا وباعتقادي هو ايضا يعني شيء نريد ان نطوره في كل مجالات الحياة في مجتمعنا ان يكون هناك ناس مختلفين قادرين على الاختلاف وبالرغم من الاختلافات حتى لو كانت اختلافات جدية ومبدئية قادرين على احترام بعض ان ندير الامور بنقاش ايجابي ونعمل مع بعض باحترام ومع ذلك نستطيع ان نختلف انا ارى في ذلك امر جدي ومهم وانا باعتقادي هذا سيطور مجتمعنا وهذا يفيد مجتمعنا ونريد ان ننقله لكل مجالات الحياة في مجتمعنا نعم عضو الكنيسة سامي ابو شحد اذا حسب رأيك اي حكومة ستتشكل في نهاية الامر انا في تقديري الحلقة الاضعف الان هي حلقة عمير بيرتس وما تبقى من حزب العمل واعتلافه مع جيشر انا لدي تخمين طبعا الاخوة في التجمع مختلفين معاي وايضا في القائمة المشتركة انا اشاركك في تقدير تقديري انا انه نتانياهو سيزيد لاتلافه حزب عمير بيرتس وجيشر ويشكل حكومة صغيرة في بداية الامر من واحد وستين عضو قد ينضم اليها في المستقبل لبيرمان او لا ولكن باعتقادي هذا اكتر سيناريو وارد انا شايفه طب انا بأسؤال اخير مع انه كنت بدأانه بما انه انت بتقول انه شايف انه السيناريو انه نتانياهو يشكل هذه الحكومة يعني الا يوجد نالك تخوف الان لدى التجمع اذا ما تحقق هذا السيناريو انه الجمهور العربي سيقول للتجمع انتم خرجتم وضمن القائمة المشتركة بشعار اسقاط نتانياهو ولكن بعدم توصيتكم على بني جانس رجعتوا نتانياهو عزيزي بلال مهم جدا نوضح للجمهور العربي انه القائمة المشتركة حصلت على 13 مقعد من اصل 120 يعني فيه كمان 107 اعضاء برلمان خارج القائمة المشتركة وانه احنا مش القوة الاهم يعني فيه صار في عنا نوع من وهم بسبب كل ما يجري بالاعلام عملنا نغلط الناس يعني انطعميها جوز فارغ عزيزي الاحزاب الكبرى في اسرائيل هي ليست القائمة المشتركة الاحزاب الكبرى في اسرائيل هي كخولة فان والليكوت وهناك اجماع صهيوني يميني موجود حاليا في البرلمان من غير علاقة للقائمة المشتركة ما في شك انه زيادة قوة القائمة المشتركة اضعفت اليمين ولكنها لم تجهز على اليمين مهم يا بلال انظلنا نذكر الناس في الارقام والناس تعرف الحقائق على الاساس لما الناس تيجي تبني موقفها يكون الموقف هذا مبني على حقائق دامغة واضحة الله يعطيك العافية عضو الكنيسة المنتخب سامي ابو شحادي عن التجمع الوطني الديمقراطي القائمة المشتركة شكرا جزيلا لك شكرا شكرا لكم شكرا